بسم الله الرحمن الرحيم السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة يوم مهم ويوم سعيد لنا كحكومة كمجلس نواب ولأهالي بغداد هذه الحكومة وضعت أولوية الخدمات في البرغامج الحكومي لأن الخدمات أصبحت عامل أساسي في تحديد خيارات المواطن في قبوله للوضع السياسي في قبوله لمستوى ما يقدم من خدمة وتقييمة لكل المعنيين من وزراء من محافظين من أعظام مجلس نواب على قدر مستوى الخدمات يكون هذا المزاج الشعبي وواقع الحال أن مدينة مثل مدينة بغداد هذه المدينة المتنامية المتضخمة سكانيا عمرانيا فعلا اليوم بحاجة ماسة لهذه المشاريع اليوم نحن بصدد طرح حلول لمشاكل يومية يعاني منها المواطن كل مواطن بالتحديد كل موظف يجب أن يضع ساحتيا حتى يوصل للموقع عمله أو لأداء واجب فالقضية مو قضية فقط مشكلة خدمية أصبحت مشكلة نفسية يعاني منعتها المواطن ويتساءل أكو حلول لهذه المشاكل هل فعلا الحكومة الوزارات المعنية الجهات الخدمية جادة تمتلك رؤية لإيجاد هذه الحلول لهذه المشاكل خصوصا أن عواصم ومدن في كل دول العالم مرت بهذه الظروف لكنه نشاهد انسيابية ومرونة وسلاسة في التنقل والحركة وفق هذه الأهمية وفق هذا التشخيص الدقيق قلنا أن الخدمات أولوية بالنسبة لهذه الحكومة وهذا ما تم تأييده من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواط اللي يتواجدون معنا اليوم في هذا الحفل عام 2023 بعيدا عن الشعارات والبيانات عام المشاريع إن شاء الله سوف تبدأ العجلة بالدوران وأنا قلت في الجولة الخامسة في وزارة النفط سوف نشهد احتفالات لإطلاق المشاريع وهذا الحدث اليوم ما جاء بشكل قرار سريع وإنما جاء بعد سلسلة لقاءات واجتماعات من قبل الوزارة الفنيين المختصين الجهات الساندة وين العقدة شنو الحال شنو شكل التعارض وين الإجراء الفني الإداري السيد الوزير أكثر من مرة يطرح في مجلس الوزراء نطوني الصلاحية الفلانية أمنوا للتخصيص المالي في الموازنة حتى أن في ثلاثة شهر متواصلة من العمل حتى نوصل لهذه المرحلة إذن إحنا كنا نخطط ونبني حتى نوصل إلى مرحلة أنه فعلا الآن استقرر الرأي والقرار على تنفيذ هذه المشاريع مشاريع المجسرات رغم ضخامتها لكن هي ضرورية بشهادة الفنيين وماكو مجسر إذا ما أكو دراسة جدوى فنية أنه نحتاج هذا المجسر في هذه العقدة حتى يتنفذ وهذه حسابات نعم ضخم هذا المشروع لكن واثقين من وزاراتنا من الشركات التي اختارناها تنفذ هذا المشروع بالوقت المخطط له ومثل ما ذكرت بغداد تستحق أن ننفذ حلول دائمية وقوية ومستدامة لمسألة الازدحامات نحن بدأنا بإجراءات معالجات وقتية نرفع سيطرة نشيل صبات نسوفت محور الأمانة المحافظة العمليات حتى نعالج مشاكل المواطنين لكن بالتأكيد مشاريع التي سوف تطلق اليوم هذه الحزمة المهمة والتي تحصل لأول مرة في بغداد بهذا الحجم وأكد لأول مرة ولا أبالغ بالقول أنها منذ الثمانينات نتصور حجم المشكلة ومدى سعة صبر المواطن البغدادي علينا في طول هذه المدة مشاريع مهمة مثل جسر البنك المركز الجديد اللي راح يربط الجانب الكرخ برصاف هذا جسر الرابع عشر في بغداد جسر الزعفرانية اللي راح يكون امتداد لطريق الدور اليوسفية هذا كان يسمع فيها المواطن يسمع فيها وجوز يحلم أنه أكو جسر في هذا الموقع هذا الحلم إن شاء الله راح يكون واقع في ظل هذه الحكومة وفي ظل الأخوة في كل المؤسسات الدستورية تأخرت هذا المشاريع خسرنا وقت تفاقمت المشكلة لكن إن شاء الله اليوم الحلول موجودة هذه المشاريع بكل ثقة راح توجد حلول وتنتهي مشكلة المركز والازدحام المركز وأطراف بغداد راح يكون منطقة واحدة بسهولة تنقل وإنسيابية إن شاء الله بالختام أوجه ثلاث رسال الأولى إلى الوزارة وزارة الإسكان والعمار والبلديات أثمن الجهد الذي وذل من قبل السيد الوزير والملاكن المتقدم في الوزارة كل التقدير والاحترام لهذه الجهود أديت المرحلة الأولى لكن بدت العملية الآن ما انتهت وهذه العملية وهذه المشاريع إن شاء الله إن شاء الله ما ريتها تروح مع مشاريع متلكية في خانة الوزارة علينا التزامات بحدود الخمسة وعشرين تريليون هذه المشاريع ولدت لتكون منجزة من الآن إن شاء الله وتتابع بشكل تفصيلي ويومي غرفة عمليات ورح أزعجكم بالمتابعة وأعتقد الأخ الوزير أيضا مزعج في المتابعة فريد خطة واضحة للتنفيذ وسهولة دارة المهندس المقيم الصلاحيات المختبر الكذا هذه التفاصيل التي تعرق للشركات كلها جاهزة قد يكون هناك يطر تعديع على التصميم تكون حلول جاهزة مو ينتظر الشركة دوامة لإجراء تعديل أكو مشاريع عندنا متأخرة منذ سنوات شنو أكو طار يعني المصمم خوة مو قرار قرآن منزل يصير عوارض استحداثات يفترض الحلول جاهزة منطيها حتى انساهم في بالتأكيد لا ننسى الشكر والتقدير للسيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط وملاكه المتقدم اللي ساهم في تثبيت هذه المشاريع ونقلها إلى مجلس الوزراء اللي تخذوا القرارات المتعلقة بالصلاحيات وانتهاء بإقرار هذه المشاريع واستثناها من كل التعليمات اللي كانت تقيد الرسالة الثانية للشركات اللي يفترض موجودة هي اليوم هنا في القاه الشركات اللي تم اختيارها تم اختيارها وفق تأهيل مسبق وبمواصفات ومعايير فنية يعني ما اختار ان شركة مفروضة من جهة متفق على اضافتها حتى يكون واضح لهذه الشركات وصول الشركات لهذه المشاريع وفق سجلها ما لديها من اعمال مماثلة ما لديها من امكانيات فنية مالية ورؤية لتنفيذ هذه المشاريع اذن هذه الشركات هي موجودة بسبب هذا السجل ليس عليها اي التزام امام اي جهة وهنا اقول اليوم مكافحة الفساد لا تقع على عاتق فقط الدولة تنفيذها سلطة تنفيذها وتشريعية وانما على المواطنين وعلى الشركات الشركات وصلت لهذه المرحلة بهذه الرؤية مو بكرة تطلع الشركة انا اخذت هذا المشروع لان اكو جهة سياسية فلان او كذا انطيت حصة يا الله انطاني المشروع امام الملع وهنا ليتكلم رئيس الوزراء والسادة عظام مجلس النواب ما شاء الله كلهم موجودين وجودكم اختياركم لهذه المشاريع وفق مواصفات ومعايير فنية فقط اي محاولة من اي جهة عرقلة او ابتزاز انا موجود والوزير موجود فما لكم اي عذر بعد بالتأكيد نترضي منكم قطة التنفيذ وفق المواصفة والتوقيتات ماكو تأخير احنا راح نكون معاكم اول باول وان شاء الله نسرع من عملية التنفيذ الرسالة الثالثة الى اهالي بغداد الكرام هذه المشاريع مهمة ومثل ما ذكرنا سوف تسهم في حال الازدحامات لكن تحتاج صبر تحتاج تفهم لطبيعة العمال بالتأكيد انا تداولت مع الاخ الوزير يجب ان تكون هناك مرونة وحسابات يعني ما نخلق عرقلة يجب ان تكون هناك طرق بديلة حتى ما نساهم في كثير من القطوعات والازدحامات لكن مع الصبر اللي صبره اهالي بغداد ان شاء الله مجرد هذه الايام هذه الاشهر راح تكون الحلول منجزة ومنفذة هذه المشاريع بالشكل المرسوم لها وتساهم في حل هذه المشاكل الخدمية وأكيد أهالي بغداد حريصين كل الحرص على هذه المدينة التي تستحق من عندنا أبهى الأعمال والمشاريع ان شاء الله نجتمع جميعا حتى نفتتح هذه المشاريع شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا